من حوالي خمس سنين المهندس نجيب ساورس طلع في برنامج تلفزيوني وقال ان هو ناوي يدخل مجال العقارات او الاستثمار العقاري يكون مطور عقاري يعني وقال ان اخوه ساميح ساورس زعل منه لان هم كل واحد من الاخوات متخصص في حاجة وده مش تخصصه ده تخصص ساميح فما كانش المفروض ان يدخل الاستثمار العقاري تبقى للاتفاقات اللي بينهم لكنه قال جملة مهمة جدا قال انا صالحته وقلت له يا سيدي انت عندك خمسين منافس اعتبرهم واحد وخمسين وطبعا دخول نجيب ساورس المجال العقاري ليه دلالات كتيرة خلينا النهاردة نتكلم كده عن موضوع الاستثمار العقاري في مصر في سنة 2024 هل المجال في مصر فعلا اليومين دول صالح للاستثمار العقاري ولا ما بقاش صالح زي زمان خليك معايا فيديو مهم جدا يريد تتفرج على الفيديو كله علشان بس تفهم الموضوع انا اشرف علام واهلا بيكم في المخبر العقاري طيب ده ما حكينا الحكاية اللي في الاول دي تعالوا بس نحل الحاجات سريعا كده فيه ناس كتير لما تسمع خبر زي ده وكمان لما تسمع الاخبار عن اجمال مبيعات اكبر عشر مطورين في مصر بيطلع كل ست شهور بيان كده بالمبيعات بتاعتهم تلاقي المبيعات بالسبعين والثمانين والتسعين مليار فطبعا الناس بتاخد الكلام ده على ان السوق شغال كويس وفيه اقبال جامد على العقارات فالناس بتبتدي تشتري وهي متطممة لكن السؤال هنا هو انت حضرتك قد المطورين دول او انت عندك المواصفات اللي تأهلك انك تكون مستثمر عقاري مع الناس دي تشتري حاجة عند الناس دي الناس دي بتخاطب شريحة معينة شريحة بتتسمى في السوق تريبل اي يعني الصفوة او اغنياء المجتمع الناس اللي ما تفرقش معاها الفلوس كتير وطبعا كل اللي بيشتري عندهم سكني المطورين الكبار دول كلهم سكني مفيش مطور كبير بيبني برج اداري وتجاري وطبي وفندوق الكلام ده هم مستطوع كلام ده لانهم عايزين يشتغلوا في مشاريع كبيرة بالفات الافدنة فانت حضرتك بقى كمستثمر صغير معاك المليون والاتنين مليون والتلاتة مليون ولا حتى العشرة مليون وعايز بقى تستثمر في العاصمة او في غير العاصمة في مصر عموما فتاخد الحاجات دي وتطبقها على السوق او بحد يقولك الكلام ده فتسمعه وتصدقه الاستثمار العقاري اتغير تماما في مصر ولذلك انا برضو بعمل فيديو كل فترة حسب السوق علشان بس في ناس بتقول ان انا بغير كلامي وبغير رأي انا ما بغيرش رأيي انا بقول رأيي طبقا لمعلومات انا راجل بحلل التحليل ده مبني على معلومات مش رأيي ثابت وما فيش حاجة اسمها رأيي ثابت في الاستثمار لو انا رأيي ثابت في كل الازمنة يبقى انا راجل ما بفهمش حاجة يبقى انت مش مفروب تتابعني لان انا لازم اتابع السوق واحلل طبقا للمعلومات اللي جايالي من السوق انا قلت قبل كده مثلا مصر صعب يبقى فيها فقاع رجعت قلت ممكن يحصل فيها فقاع لان زي ما قلت الدنيا تغيرت خلال السنتين اللي فات الاستثمار العقاري تغير تماما خلينا بقى نركز شوية عشان ما نضيع شوية الاستثمار العقاري طول عمره معروف ان الناس بتدفع جزء اثناء الانشاءات والباقي كله عند الاستلام طول عمر مصر ماشي كده والعالم كله ماشي كده والعالم بره كمان احسن من كده شوية العالم بره بيدفع 10% عند التوقيع وتسعين في المية عند الاستلام والتسعين في المية دول بياخدوها من البنوك من ساعة ما ابتدى المطورين يعملوا الخطط الطويلة دي والدنيا تغيرت تماما الموضوع بقى سهل او يبدو سهل خلي بالك الفرق كبير هو يبدو سهل لكنه صعب جدا انت بتقول لنفسك الخطة 7 سنين هستلم بعد 3 يبقى انا من السنة الرابعة ابتدي ادفع القصة من الايجار او ده برضو اللي بيتقالك وده كلام طبعا خاطئ تماما وحصل كتير مشاكل وكلنا سمعنا مش محتاجة افسر فموضوع الخطط ده غير الدنيا تماما وخلى الموضوع سهل والناس بقى تحط فلوسها ومتوقعا انها خلال سنتين او ثلاثة بمجرد ما يستلموا فلوسهم هتبتدي ترجع ويبقى اشترى العقار بالتلت او بالنص او بالمبلغ اللي دفعوا وده خطة صحة مش غلط ما اختلفناش ما قلناش اي حاجة لكن هل هي قابلة للتنفيذ هل هي سهلة كده هل هي بتتعمل مع اي حد ومع اي مطور تحت اي ظرف في اي مدينة طبعا الكلام ده غلط كل مدينة وليها ظرفها وكل دولة وليها ظرفها وفي عوامل كتير بتغير الموضوع خالص ممكن قرارات سياسية تطلع تغير الموضوع تماما وتبوز الخطة بتاعتك ممكن طبعا مشاكل اقتصادية تحصل زي ما حاصل في مصر دلوقتي كده وبرضو تغيرلك الخطة تماما الاسعار ترتفع والمطورين يرفعوا الاسعار حتى بأثر رجعك بعض الاحيان المهم ان الموضوع ما بقى سهل زي ما انت متخيل ما نقدرش نقول الاستثمار العقاري امن على طول ولا غير امن برضو على طول الموضوع متغير بقاله فترة من اول موضوع التضخم ما ابتدى يزيد الزيادة الجنونية اللي حصلت اخر سنتين دول ومن قبل كده برضو كان حاصل لكن بسيط تبتدى يظهر قوي جدا السنتين اللي فاته فانت متعولش قوي على مواضيع المطورين اللي بيبيعوا كتير والناس الكبار بيدخلوا السوق العقاري فالسوق يطمن والسوق ماشي كل الحاجات دي مش بتاعتك وعلى شان تبقى عارف بس العقارات الغالية قوي اللي هي الفخمة دي دي اسهل حاجة تتباع اسهل حاجة بتتباع ما فيش اي مشاكل في البيع بتاعها خلص المطورين ما عندهمش اي مشاكل في انهم يلاقوا ناس تشتري منهم ولزالك تلاقي معظم المطورين النسب اللي بيدوها للمسوقين العقاريين منخفضة جدا او فيه ناس ما بتتعملش اصلا مع مسوقين عقاريين لان هو مش محتاج هو بيطرح المشروع ويتباع على طول فدهو الملكش دعوة بيهم اللي ظهر على السطح بقى شوية المطورين الصغيرين اللي انتشر في مصر كلها مش بس في العاصمة موجودين في مصر كلها انك تدفع عشرة في المية وتقصت الباقي والكلام ده كله سبع سنين وإيجار إلزامي وعائد على الإيجار كل الكلام ده كلام فاضي المهم انك تبقى فاهم ان ما فيش حاجة سهلة كده ما فيش حاجة اسمها اشتري عقاره بعد ست شهور بيع ولا بعد سنة وما فيش حاجة اسمها العقار يدفع نفسه الكلام ده كلام فاضي وفي الحقيقة لو بصينا بقى وحللنا هتلاقي انك انت بسبب الخطط او بسبب الممارسات اللي حصلت في مصر كلها بقالها عشرات السنين ان الناس تعودت انها تدفع اثناء الانشاءات تقعد تدفع لغاية لما تستلم وحتى لو المطور اتأخر برضو بتفضل تدفع وده اكبر غلط طبعا لانك انت بتحط 3 سنين اربع سنين تقعد تدفع وما بتشوفش اي حاجة انت مش مستثمر عقاري انت يا دوبك بتتدخر عمال تحط فلوس ومش شايف اي حاجة ومتوقع ومنتظر ان يرجعلك الفلوس دي بعد 3 سنين او 4 سنين انت بتدي ترجعلك فانت بتحسيبها غلط ولو انت حسبتها صح الفلوس بتاعتك دي بتخسر اذا الموضوع ليه حسابات كتير فانت لازم تحسيبها كده هل المطور ده مضمون هل انت متأكد انك ممكن تستلم في المعدة طب ولو ما استلمتش بتفضل تدفع برضو هي دي اكبر مشكلة في مصر الموضوع زي ما قلت اتغير مكانش كده زمان وبتفضل تدفع ملكش دعوة بقى الا حاصل خلص ما خلصتش هتلاقي نفسك مضطرة تدفع وإلا الوحدة هتروح عليك فالمشاكل نفسها تغيرت والاسعار بقت ترتفع والاساس اصلا بتاع الاستثمار في تحت الانشاء تغير تماما لان الاسباب الاساسية بتاعت الاستثمار في حاجة تحت الانشاء مبقيتش موجودة خلينا نشوف كده بعضها اول حاجة ان انا بشتريه بسعر الطرح يعني ايه سعر الطرح يعني المفروض انه يكون سعر اقل من السوق السوق بيتكلم مثلا المتر باربعين الف يبقى سعر الطرح مفروض يكون خمسة وعشرين تلاتين النهاردة ما بقيتش كده النهاردة سعر الطرح بيعادل سعر السوق تماما نفس سعر السوق وساعات اكتر ليه؟ لان هو بيحمل عليك اللقصات هو بيقصط لك على سبع سنين ازاي عايزوا يبيعلك بسعر اقل من السوق بتاع النهاردة طبعا لا يبيع باكتر لان هو في الاخر لازم يحسبها ويحمل اللقصات دي مع ان هو طبعا بيقولك بدون فوائد ده طبعا كلام فاضي كله كلام بيع مافيش حاجة سمعه مافيش فوائد طب قوله كده انا عايز ادفع كاش هيقولك اديك 40.50% معنى كده ان هو واخد 100% فوائد السعر اللي هو بيبيع بيه كاش واخد ضعفه ازا الموضوع مش زي ما انت بتسمع مش كل حاجة سمعها سدقها فانت لازم تخلي بالك ولازم تبقى فاهم الالعيب والكلام اللي بتقال ده وتقعد تدرسه وتفهمه كده او تقعد مع حد فاهم لكن انت حضرتك زي ما بقول دايما لا بتسأل حد فاهم ولا بتهتم باللي انت بتتكلم معاه زي كان هو اصلا مسوق عقاري له تاريخ معروف الشركة معروفة غير معروفة انت اي حد بيكلمك يقولك يلا فيه خمستشار في المياه هيتدفعه كل سنة من غير وجع دماغ ومكتوبين في العقل ويلا نمضي وتمضي وترجع بعد كده تندم النهاردة كمان الموضوع تغير لكن النهاردة الناس ابتدت تفهم ان المطورين بيتأخروا وانهم بيعملوا مشاكل فكله بقى يفكر انه ينتظر يشوف كل حاجة طالع قدام وكده وبعدين يشتري حتى لو اغلب ما بقاش حد عنده المخاطرة دي واول سؤال بيتسائل انت بتخرج ليه لو جدت بيع حاجة ما هو طبيعي الرجل اللي بيشتري هيشوف ويدور على الاسباب انت بتبيع ليه بتبيع عشان المطور عنده مشاكل ولا انت مزنوق في الفلوس وفي الحالتين لازم هيضغط عليك لان دول سببين رئيسيين لاي حد يضغط بيهم على اي بيع فالموضوع متشعب وصعب وما بقاش سهل زي زمان ومع تكرار المشاكل اللي الواحد بيسمع عنها فالناس برضو ابتدت تتعلم يعادة البيع ما فيهوش مشكلة لو انا بمتلك بيت كاش وعايز ابيعه بلاقي ناس تشتري لكن الموضوع بشتري تحت الانشاء وحاول ابيع في نص السكة والكلام ده كله او بعد ستة شهور ولما تيجي تبيع برضو عند الاستلام في مشاريع كبيرة وبيتسلم منها كتير في وقت واحد بيبقى الموضوع اصعب واصعب لان طبعا المطروح كتير جدا المشاكل التانية برضو اللي ابتدت تظهر الفترات اللي فاتت هو ان المطورين الجداد بالذات مصممين يسلموا نص تشطيل وده بيعمل مشاكل كتير المطورين الكبار هتلاقيهم دايما بيسلموا متشطب وانت عايز بقى تغير بعد كده غير وكمان تجبرني ان انا خلص خلال ستة شهور وإلا حدفع غرامة فتلاقي خلال الستة شهور دي الموضوع صعب جدا محدش بيقدر يسكن لو حتى خلص بادري ما بيقدرش يسكن لان كله عمال يشطب ودوشة وعمالة واسمنتو ورمل وواجع دماغ فدي حاجة برضو ما كانتش موجودة هي كانت موجودة في العمرات قبل ما المطورين يظهروا المقاولين اللي بيبنوا عمرات في التجمع ولا في مدينة نصر ولا في أكتوبر كانوا بيسلموا نص تشتيب لكن دي في الآخر عمارة فيها عشر شوعة ولا يمكن تمانية لكن النهاردة الموضوع مختلف فدي برضو حاجة مش حلوة ومش مشجعة ولا مشجعة للاستثمار للأجانب بالذات الأجنبي مستحيل يخش في حاجة زي دي وبيستغرب أساسا من أن الناس بتحب النوع ده من العقار الحاجة الأهم إن السوق المصري مفيوش أرقام مفيش أي إحصائيات من أي نوع فأنت ما بتبقاش فاهم السوق اللي بتشتري فيه ده يا ترى السوق بيرتفع ولا بينخفض ولا سابت ما بتبقاش عارف أي حاجة ما بتبقاش عارف العقار اللي جنبك تبع بكامل ودي حاجات موجودة في كل الدول المتقدمة إن يبقى فيه سيستم وبتبقى عارف الخمس سنين اللي فاتوا دول حصل فيهم إيه في الإيجار وفي البيع وتبقى شايف الإجراء بترتفع ولا لأ لو أنت ناوي تستثمر مش بتستثمر عمياني كده وانت مش شايف حاجة ولا فاهم حاجة هي الموضوع كله موضوع حظ الموضوع برضو ملهوش قوانين السوق العقاري كله عموما في الفترات اللي فاتت دي مفيش فيه أي مقييس تقدر تمشي وراها وتتبعها وتبقى متأكد من نجاحها طيب زي ما بنقول كل مرة هل معنى كده إن الواحد ما يستثمرش لأ طبعا حدش بيقول كده لكن أرجع وفكرك تاني تعرف انت بتستثمر فين وتعرف المبلغ اللي معاك ده قابل للاستثمار ولا لا أساسا أنا قلت قبل كده الأرقام اللي تحت المليون دي غير قابلة للاستثمار تماما تستثمرها في سكني ممكن في أماكن صغيرة كده تكون فيها الأسعار دي موجودة لكن تروح أنواع جديدة من الاستثمار زي المحلات والمكاتب والعيادات والفندوق والكلام اللي بيتقلك ده كله وانت مش فاهم حاجة فيه وتقول آه يلا هيعملولي هما وحيقدرولي وحيدوني ده وحيدوني ده زي ما بيوعدوك وانت مش فاهم حاجة لو انت مش فاهم حاجة أنا صحت ليك خليك في السكن ما تحلمش بالزيادة ما تحلمش بالعشرة وخمستاشر في المية طمعك ده بيوديك في دهية وكل طبعا مع العائد زاد المخاطر بتزيد حد بيوعدك بعشرة في المية وخمستاشر في المية إذا فيه مخاطر انت مش قدها لكن الخمسة في المية بتاعت السكنة دي مقبولة وموجودة وشغالة طبعا بعد ما تعمل الشغل بتاعتك والدراسة بتاعتك وتفهم فأرجوك فكر كويس وما تجريش وراء الإشعات ووراء الكلام مجرد كلام في السوء إنه ماشي السوء ماشي طبعا ما بيقفش وعمره ما بيتوقف بس مش معنى كده إنه مناسب لي لازم أعرف الأول وقا تأكد هل أنا ظروفي تنفع للاستثمار العقاري ولا ما تنفعش وعلشان كده بقولك خلي بالك دور على حاجة تانية طالما انت مش فاهم ما تروحش ناحية العقار خليك بقى في دهب خليك في بنك خليك في أي حاجة تانية ممكن تكون فيها درجة أمان أعلى وما تقارنش نفسك مع الناس اللي بتشتري بأضعاف المبلغ اللي معاك اللي بيستثمر بمليون غير اللي بيستثمر بعشرة واللي بيستثمر بعشرة غير اللي بيستثمر بمية خليك على قدك وشوف إيه اللي ينسبك أتمنى ما كنتش طويلت والمواضيع عادة بتاخد وقت أكتر من كده بكتير لكن على قد ما أقدر بحاول أختصر وما أقدرش أتكلم في كل النقاط لكن طبعا مع أي تحديث بيحصل هنعمل فيديوهات ونتكلم برضو بالتفصيل علشان بس أنت تفهم وتعرف إزاي تحمي فلوسك وفي آخر الفيديو أفكرك لو أنت محتاج استشارة مجانية مني تقدر سرسلني على الإيميل اللي موجود قدامك ده أو استشارة مدفوعة ممكن برضو على نفس الإيميل ولو أنت أول مرة تشوف القناة بتاعتيا لا تنساش الاشتراكة القناة وتفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو وتعمل شير على قد ما تقدر عشان كل يستفيد وأشوفكم الفيديو الجاي